بمناسبة اليوم العالمي للأجداد والمسنين ترأس قداسة البابا فرنسيس قداساً إلهياً في ساحة القديس بطرس تحدث خلاله عن قراءة من إنجيل القديس متة الذي يروي حديث يسوع مستخدماً مثل الزؤان الذي تختلط بذوره غير النافعة ببذور القمح عند الحصاد حيث ينبغي علينا أن ننقي القمح منه وقصد البابا في حديثه بضرورة الفصل لدى الناس بين الخير والشر الذي نراه اليوم في الأحداث وفي المجتمع وأضاف قداسته إذا أردنا زرع حقل الحياة فمن الهام أن نبحث في المقام الأول عن عمل الله وأن نرى في أنفسنا جمال ما زرعه الرب وختم الحبر العظم كلمته أمام ثمانية آلاف شخصاً من المسنين والمسنات بمناشدة مريم العذرة أن تساعدنا على أن ننمي بصبر ما يزرعه الله في حقل الحياة وفي حقل الجار وحقل جميع الناس هذا وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي تحدث البابا فرانسيس عن هذا الاحتفال بينما يستعد الكثير من الشباب للتوجه إلى البرتغال للمشاركة في اليوم العالمي للشباب